طب وانت في سبوحة فكرت في النادي الاهلي ولا فكرت في الزمالك لو كان جالك الزمالك كنت هتروح وتنتمي النادي الزمالك برضو بوس انا يعني الحقيقة اتعرض علي الزمالك والاهلي طبعا وكان موضوع اقرب للزمالك جدا كويس اللولة الرغبتي يعني رغبتي حسنة تصور كده انك الزمالك اخدك كنت هتروح وتنتمي النادي الزمالك انتمي النادي الزمالك ما لو بقولك الزمالك هو اللي فاز بالصفقة دي وانت روح تنادي الزمالك كنت هتنتمي بقى غيرت من هويتك الاهلي لا لا كنت هفضل اهلاوي بس طبعا هلعب ده لعيشك اه لا ده الرياض احترافه كده بس كنت هلعب بس هفضل اهلاوي اكيد نعم وفي لعبة دلوقتي موجودة هنا وهنا لا اكيد التعصب بتاع الناس اللي هو المتخلف هنأقول المتخلف ما فيش التعصب ده اللعبة كلها مع بعض كده منتخبات مع بعض واحنا كنا بروح نبات عندي ده وده يبات عندي كانت الأمور عادية جدا انا عرفش ايه اللي وصلنا للحالة دي ما عرفش الحقيقة طبعا التعصب ده حاجة اه مش مش في صالح الرياضة خالص احنا بنلعب رياضة والرياضة مكسب وهزيمة وحب نديك وشجعه رياضة وقف في ظهره بس من خلال الملعب والتشجيع بس بالزبط كده مين اول واحد كلمك في النادي الاهلي كابتن عاطف ريز اه كانت صفقة طبعا كانت دخلة في مبلغ خرافي في الوقت ده يعني كامي حمدي اولي 120 الف جنيه في سنة تسعين كان مبلغ صعب جدا طبعا طبعا يعني اعلى لعيب كرة في مصر تقريبا بياخد 30 الف جنيه او 35 الف جنيه عملت ايه لما قلوك خلاص انت بيت في النادي الاهلي ومضيط وكل حاجة لا طبعا بسابت جدا وكانت فرحة عريمة عندي في الاسرة اه لان كلنا الحمد لله اهلوية وكان امنيت حياتي ان انا العب في النادي الاهلي طب لو جالك دلوقتي وانت مدرب في النادي الاهلي ومنتخب مصر وكان لو جالك ان النادي الزمالك عارزك تبقى مدرب عنده هتروح لا ليه ما ده احتراف ما ده احتراف بس انا انا يعني اهلاوي اه مش متخيل نفسك في حتة تانية غير النادي مش متخيل نفسي في حتة تانية ممكن امسك منتخب مصر ممكن أشتغل برة مصر الزمالك صعب المنافسة بين الأهلي والزمالك بتبقى صعبة جدا بتخافنا الجمهور؟ مش بخاف لا بحبهم بحبهم وهم بيحبوني أنت عملت تاريخي كله كمان مع النادي الأهلي تاريخي كله مع الأهلي ومنتهب مصر فاستحال أن أنا أضحي بالكلام ده وأتولادي كلهم بيلعبوا في الأهلي زوجتي كانت بتلعب في الأهلي وعضوا مجلس إدارة الاتحاد المصر للباسكت أهلوية كابتر أحابي الغنام على السلة كابتن طرق الغنام طبعا كابتن طرق الغنام ده كابتننا كلنا كابتن طال غنام حماية فأهلوية انت داخل بقى في العيلة واخد العيلة كلها معقل أهلوية ما شاء الله رب جدا استحال أن أنا أفكر أن أنا أضحي حتى أول لحظة دخلت فيها النادي الأهلي كان إحساسك إيه؟ إحساس غريب أول ما دخلت كده وشفت ملعب مختار التيتش والبورج والحاجات دي كنت ملعب كان ملعب إزاي دلوقتي لا طبعا كان فيه المدرجات كان فيه المدرجات اللي هي وكان الأرض اللي هي الحمرة دي أيوة كنت بتطلعوا من قط اللبس بلين تطلعوا عندنا قط اللبس ملابس ديها قدامنا الملعب قدامنا لسه الصلاة ما تعملش ما تعملش الكلام ده كله فإحساس طبعا الحاجات دي كنت بشوفها في الصور ومجلة الأهلي كنت طبعا مجلة الأهلي دي الأسبوعية لازم تبقى موجودة في البيت عندي تعرف رحمة الله عليها المراتي هالة كانت بتلعب طايرة عندكم معاكم في النادي الآن والله أول مرة أعرف المعلومات كانت مع مجموعة كبيرة جدا من اللعبين لعبت وليعبت متاخب مصر ماشاء الله تبتعرفش لا معرف لا يعرف بقى الحمد طيب مين من اللعبين اللي أنت أول ما دخلت مع الإدارة استقبلك مين من اللعب اللي استقبلك والله أنا الجيل بتاعي اللي كان موجود ساعتها والناس استقبلتني كويس قوي كانت كابتن عماد فاروق كان اللعب المحترمة جدا وعلى مستوى مصر أو دكتور دلوقتي آه كابتن عماد فاروق حاجة محترمة كابتن مجم مصطفى كابتن هاني مسلحي كابتن محمد مسلحي المدير الفني للرجال اللي موجود دلوقتي موجود كابتن محمد عب كريم كابتن إشام صلاح ناس كتيرة معظم الفريق الحقيقة استقبلني استقبال كابتن رضا الغزالي كان موجود ساعتها آه الحقيقة استقبلوني استقبال كويس جدا وابسطوا جدا موجودة معهم يعني طيب أنت بعد ما سبت سموحة وجيت على النادي الأهلي ما خفتش أنك تفشل في النادي الأهلي وترجع تاني سموحة لا ولا أنت بقى أخذها بقى إيه تحدي وعزيمة أنا رايح عشان نلعب واسبت نفسي سواء في منتخب مصر أو في النادي الأهلي لا الحقيقة كان تحدي بالنسبة لي يعني بعيد عن القاهرة من اسكندرية وكان لسه في الوقت ده كان الانتقلات برضو بين الأندية ما كانتش زايا دلوقتي مزبوط كان اللعيب اللي بينتقل من نادي النادي كان بيبقى الموضوع صعب جدا فطبعا الموضوع كان تحدي بس ساعدني طبعا أن أنا أهلاوي جدا وأن أنا بحب النادي دوت وكت حاسس دعم زملاتي برضو الحقيقة يعني نجحني جدا وكت علاقتي بالناس كلها كانت كويسة بمدربيني بإدارة النادي اللي موجودة الحياة كل ده ساعدني حتى النادي الأهلي من أندية اللي هي أي حد بيخش عليها بتدعمه بتخليه ما يحسش أنه غريب أتوقف عند الجزئية دي وأقولك لما سبت سموحة ودخلت النادي الأهلي إيه الحاجة الغريبة اللي انت شفتها مش شفتاش في نادي سموحة معترام طبعا لنادي سموحة وسبورتين والاتحاد وكل الأندية اسكندرانية بص هو الأهلي حتى لما بنجيب لعيبة دلوقتي بيخشوا الأهلي بيتكلموا في نقطة النادي الأهلي غير النظام والتدريب وتحس أن أنت في منظومة في سيستم بتحس أن أنت كل حاجة موجودة معروف هتتمرن إمتى هتريح إمتى نوع التدريب اللي بتتمرنه النوع اللي أقل اللي بتأخدها بتعيش حياة يعني شبه الاحتراف اللي كنتش بتشوفه في سموحة الكلام ده لا طبعا ما كانش موجود طبعا في أغلب قندية مصر يعني موجود في الأهلي وأعتقد بعديد زمالك يعني الكلام ده ترجمة نانسي قنقر